واللي حيكون النهاردة المباراة مهمة جدا 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 مؤجلة من الأسبوع الرابع عشر بين نادي الأهلي وإستران كامباني طبعا مباراة مهمة مباراة جاية في ظروف غير طبيعية لقاء أول بيجمع بين الفرقتين تحت قيادة فنية جديدة للنادي الأهلي نادي إستران كامباني حديث العهد طبعا بالدورة الممتاز وده أول موسم ليه في دوري الأضواء والشهر رح نتكلم كتير عن ماتش النهاردة لكن قبل ما روح أتكلم عن المباراة عايز أتكلم مع حضراتكم في أكتر موضوع فاكرين طبعا في معظم حديث مع حضراتكم وأخيرا يمكن للستوديو الأخير يوم الحد لما قلت لحضراتكم أن النادي الأهلي غير أي حد النادي الأهلي زي ما بيقولوا النادي الأهلي غير النادي الأهلي في حتة تانية بعيدة خالص بالنسبة الرياضة المصرية وده بالأدلة قدام محب النادي الأهلي وقدام حتى اللي ما بشجعهش النادي الأهلي الكل بيتعلم بيتعلم من النادي الأهلي وده حصل كمان مرة تانية من يومين من 48 ساعة بالظبط لما حصل فسخ للتعاقد بالتراضي بين النادي الأهلي والجنوب أفريقي مستر بيتسو مسماني مستر بيتسو مسماني المدير الفني النادي الأهلي الانفصال حصل بكل احترام الانفصال بين النادي الأهلي وبين بيتسو مسماني بكل احترام حدث علاقة النادي الأهلي دايما بكل من يعمل فيه سواء مدرب لاعب إداري أي واحد كان صفته بتكون علاقة ود واحترام بين الجميع على مدار السنين كلها وبتستمر العلاقات ما بيحصلش أبدا تشويه من حد على حساب حد فيش خالص الكلام دو لا النادي الأهلي بيسيء لحد ولا حد اشتغل في النادي الأهلي يقدر يسيء للنادي الأهلي يعني مش هتلاقي واحد مشي بالنادي الأهلي وتكلم على النادي الأهلي بحاجة وحشة ده بنشوفه في حدة تانية إنما النادي الأهلي لا لأنه ما شافش جوه النادي الأهلي إلا الخير وكل الاستفادة حصلت له من النادي الأهلي من تواجده في النادي الأهلي كل الاستفادة حصلت له من تواجده في النادي الأهلي مش عايزين نقول أسماء ولكن بصوا على الكل يمكن البعض يعني ما حلفوش التوفيق في بعض الأوقات ولكن فاكر حتى الآن طريق التعامل النادي الأهلي معه إزاي كانت حراقة طيبة جدا بعيدا حتى عن المستوىات الفنية لأن ممكن تكون أنت مدير فني كويس بس التوفيق يعني مش محلفك شوي أو غايب عنك شوي لكن دايما العلاقات بين النادي الأهلي وأي حد بيشتغل فيه أو بينتمي له سواء مدير فني لعيب إداري دايما بتبقى علاقة كلها ود واحترام مهما حدث بين يعني مهما حدث يعني حدث انفصال زي اللي حصل بين ميستر بيسو موسماني وبين نادي الأهلي الفترة الأخيرة طيب اللي حصل في الفترة الأخيرة ده في حيث الفسخ التعاقد مع ميستر موسماني ما سمعناش عنه غير فين إعلان عن خبر حصلت جلسة الجلسة دي اتفق فيها الجميع ان العلاقة خلاص توقف عند هزر حد كلام ده حصل لبقى فيه سمعنا أشاعات لا سمعنا حد بيسي لحد سمعناها بدون ضجيج أو استماع لرأي المنتقدين ولا سمعنا أهنة لمدرب ولا سمعنا أي شيء سايق في الجلسة وخرج ميستر بيسو موسماني من الباب الكبير في ظل العلاقة الجيدة اللي بتربطه بالنادي الأهلي وجماهيره ميستر موسماني مدرب له كل الود والاحترام له كل التأدير والاحترام حقق إنجازات كبيرة مع نادي الأهلي ستظل في التاريخ لأنه مدير فني جدير بالاحترام بني آدم شخص زي أي شخص ممكن يصيب وممكن يخطئ أخطأ في بعض الأوقات أصاب في أوقات كتير عادت معه بطولة أفريقيا اللي كانت غايبة عن نادي الأهلي سبع سنين حقق العديد من الألقاب الهامة في تاريخ النادي الأهلي قدم أداء طيب مع نادي الأهلي في بعض المباريات قد يكون جانبه التوفيق في البعض الآخر ولكن هذا لا يعني أننا ننكر ما فعله من إنجازات يشهد لها القاسي والداني مصفر بيتسو مسماني كان في يوم الأيام مدير فني النادي الأهلي حقق معه بعض الإنجازات وبعض البطولات ده طبعا معنا طبعا لقطات من فندق إقامة اللاعبين قبل المباراة نتمنى التوفيق النهاردة للعيبة النادي الأهلي نتمنى أولا توفيق لكابتن سامي أمصان اللي معنا في الصورة المدير الفني المؤقت النادي الأهلي نتمنى يمكن الماتش اللي فات يعني زي ما حضراتكم شايفين هاو المجموعة اللاعيبة ومعهم كابتن سامي أمصان في الفندق طبعا الاستعدادات بتبقى في ماتش زي ده يمكن مش عايز أقول زيادة شوية لأن دايما النادي الأهلي شعاره في كل وراء الفوز ولكن لما يبقى فيه ظروف صعبة شوية أحيانا بيبقى يعني الاستصارة أكبر شوية يعني مستنين من اللعيبة النهاردة أنا عايز على فكرة أنا دايماً بتكلم على إيه حتة الأداء يمكن السوديو اللي فات اتكلمت شوية دست شوية في حتة الأداء ولكن أنا عايز أتكلم على حاجة تانية غير الأداء خالص إيه اللي دايماً بيفرقنا عن أي نادي تاني كالنادي أهلي ممكن تكون في بعض الأوقات مش أنت الأفضل فنية ولكن تتميز بحاجات كتير جداً مش موجودة عند ناس تاني مش موجودة عند الخصوم مش موجودة عند المنافسين روح الفنية للحامرة شخصية النادي الأهلي الإصرار والعزيمة بتوع أي حد بينتمي للنادي الأهلي دايماً في أوقات كتير بيفرقنا عن أي حد تاني إن غابت الروح أو خلينا للأول لو غاب الأداء يعني أحياناً بنزعل أحياناً بنزعل إنما لما تغيب الروح لا الزعل بيبقى مطلوب قوي 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 لا لأن دي سمت لعيبة النادي الأهلي سمت أي واحد ينتمي للنادي الأهلي خلينا نكمل مسر المسلميني وقعدين نيجي نرجع نتكلم على الفريق مهم بعد الاجتماع كمان يعني النادي الأهلي لم يسيق لمسر المسلميني طبعاً خالص وتكلم عنه كويس قوي 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 وانتهت الجلسة بهدوء الأهم من ده بقى إن بعد ما حصل الانفصال ما سمعتش من مسر بيسو المسلميني إلا الكلام الطيب عن النادي الأهلي إلا الكلام كل الكلام الطيب عن النادي الأهلي وطبعاً زي ما قلت لحضراتكم مش هتسمع من مسؤول النادي الأهلي سوى الكلام الطيب عن المسلميني وده هي عادة النادي الاهلي دائما وده الواقع مش هتلاقي تراشق بالألفاظ مش هتلاقي انكار جميل مش هتلاقي انكار حقائق اللي بتحصل في أماكن تانية لأن النادي الاهلي غير النادي الاهلي مختلف وعلى فكرة مش كلامي أنا بس الاهلي غير باعتراف أنصار الاهلي وكمان المنافسين لأن ده أو ده حقيقة وده واقع مصر موسماني صفحة وتقفلت زي غيره من المديرين فنين كتار صفحة وتقفلت في تاريخ النادي الاهلي وأصبح مصر موسماني تاريخ النادي الاهلي بيبص اللي جايبها